علي بن أبي طالب واحد من الاثنى عشر معصومين صح؟ أكيد ممتاز وهو عند الشيعة إمام صح؟ صحيح وبما إن حضرتك طالب حوزة لازم بداية نمسك الموضوع من الرأس نازم نأصل للمسألة فأنا دلوقتي راجل سني معايا على البس 107 بدي أعرف من حضرتك كطالب حوزة ما هو تعريف الإمامة تعريف الإمامة كما عرفها علماء الشيعة وهل ينطبق تعريف الإمامة على علي بن أبي طالب ولا لا؟ تفضل أنا أول شي أنا أشكر كلامك الموقر وأن أشكر الناس الموجودين وياك بالبعض أنا أشكرهم بالنيابة عنك بعدما تخلص أنا كحسب فهمي كمرجعية أرجع لها هي الإمام علي السستاني يقول أن علي بن أبي طالب لديه علما من علم النبي ما يقول النبي يقول علي مثل ما يقول الحديث الشريف بأن وانت عرف الإمامة أستاذ أستاذ حبيبي أنت طالب حوزة وانت عرف الإمامة يا أخي هل يكمل لك يا أخير صلى الله على محمد أنت كده سبت الرأس ومساكت حاجة تانية يا أستاذ وانت عرف الإمامة في الكلام أنا بعدني 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 إلا لا نبي من بعدي يا علي إني مدينة العلم وأنت بابها من أراد أن يدخل المدينة فعليه ببابها يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ليعطي أن الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار ليس فرار كما يقول الله في محكم كتابه ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء لمرضات الله عندما يقول الله في محكمة كتابه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويعطون الزكاة وهمراكعون أكمل أكفي كلامي لحد الحين لا لا خلينا أرد عليك في حاجة بس برك الله فيك ممكن أنا خادر من عيوني من عيوني صار ماشي ماشي أنا لأ ده أنا نقطة واحدة بس وبعد كده أول ما طلبت منك تعريف الإمامة سوان يا حبيب بركة لا ركز معي أنت طالب حوز أنت رجل عالم يعني فالله يرضى عليك ركز من عيوني ده كتاب أنا مدينة العلم وعلي ومبابها صح صح تمام تمام ممتاز الحديث ده حديث باطل اثبتلي صحة هذا الحديث باطل باطل في نظرك صحة هذا الحديث آه عندك في كتب الشيعة كمان لا باطل في كتبك آه هذا الحديث لم يثبتوه هو حديث باطل باطل في كتب الشيعة اثبتلي أني حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها حديث صحيح في كتب الشيعة فضل على مدى السهل أنا الحوار بينه وبينك لازم يكون حوار علمي طب أنا طلبت منك تعرف الإمامة ما قلت لي أنت تعرف الإمامة لكن يلا إثبت لي أن حديث أنا مدينة العلمي وعليهم بابها حديث صحيح في كتب الشيعة تمام 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 أكيد أكيد كلام علمي أنت ما تأخر أنا ملي علاقة بالعالم علي بيك أنا قاعد يحاورك أنت ما قاعد يحاور الناس أنت ما قاعد تأخذ أنه علينا يا حبيبي أنا وأنت هنا عشان الناس يا أستاذ الله يرضى عليك أنا وأنت هنا عشان مئة واحد موجودين على البس أما سواني بس سواني أوضح لك شغلة برك الله فيك نقطة بس نقطة لو أن الحوار بينه وبينك بديك دلوقتي التليجرام واخدك أكلمك يا أخي بديك رقم تليفوني وأكلمك على الخاص حبيبي كلامك وكلامي موجه لمية واربعة واحد على البس كلم الناس اثبت لهم أن حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها حديث صحيح في كتب الشيعة فضل لا اكتب بالبخاري هذا الحديث اكتب بالبخاري وطلع للعالم من البخاري ايه؟ اكتب مثل ما أنا مدينة العلم وعلي بابها في البخاري بالبخاري اي بالبخاري طلعها بالبخاري أنا مدينة سواني بس نبحث في البخاري سواني يا رجل اهدى الرجل ده قال ان حديث انا مدينة العلم وعليهم بابها في البخاري صح استأذنك بس طبعا اشيلي الموز بس بارك الله فيك كنت حطت موز على النار اخر الشيخة موزة اه ماشي ركز معايا انت قلت حديث انا مدينة العلم وعليهم بابها في البخاري صح ربايا خليفة طب ركز باند انت طالب حوز انت بتهرب عيب الكلام ده انت طالب حوز اه يعني خلي الكلام ده لعدنان الجابري لأحمد الإمامي علاء المهدى انت راجل طالب علمي دارس علمي برك الله فيك ايوه اي بدنا شوف انا اطلع لك البخارة هوت بنفسه ماشي عام انا مدينة العلم نعم نعم بارك الله فيك لا اله الا الله سد انت كلامك صح طلع اني انا مدينة العلم في البخاري بجد شايف البخاري ده ده البخاري اللي ورا مصنع الكراسي ده البخاري اهو انا مدينة العلمي صحيح موجودة موجودة عبد الله بن عباس اصبر بس علي اه ده البخارة اه انت احسنت انا انا والله اسمع انا يعني علمك غزير جدا احسنت مبارك الله فيك اه اه البخارة هو يا شباب شايفيني البخاري هو ده البخاري طب تعالني جيب اللي بعده انا مدينة العلم الله ده طلع كمان مرة في البخاري الله 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 الراجل ده احرقنا يا شباب الراجل ده احرقنا يا شباب الحديث طلع في البخاري يا شباب ها هذا البخاري صح البخاري انا مدينة العلم الله 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 ده طلع كمان مرة في البخاري يا شباب تصدق اني طلع في البخاري بجد لا اله الا الله لا إله إلا الله أنا مدينة العلم وعلي باب وطلع في مسلم كمان يا شباب يا أخوانا الحديث مش طلع في البخاري بس طلع في البخاري ومسلم احنا جبنا البخاري صح يلا ده مسلم هو ده مسلم يا شباب الحديث طلع في صحيح مسلم وانتوا عاملين لي فيها وفتحين لي بسوسيا محاورين السنة وتقولوا لي معرفش هاي طلع الحديث في مسلم كمان مسلم والبخاري بيقولوا أنا مدينة العلم وعليهم بابها نشوفه في الترمزي نشوفه في الترمزي كمان هاي كمان طلعنا في الترمز يا أستاذ أنا مدينة العلم وعليهم بابها طلع بالفعل موجود كمان عند الترمزي شايفين شايف يا شيخ عائد يا شيخ عائد يا شهري يا دوليمي يا علماء السواني يا عمي الناس دي قعدت تضحك علينا طول السنين يا عمه ده ايه ده الله يرضى عليك انت شو اخد بالك من حاجة يا شيخ عائض يا شهري يا حيدر يا دوليمي يا عبدالله يا مين مين يا عم اسمعني هو حديث هو نقاش لهو سينمانا اسمعني يا صديقي طيب لا انا بس بعرف الناس ان انت كلامك صح يعني بارك الله فيك انت كم سنة دارس حوزة ضيفانا اسمعني ايه دقيقة ثواني ثواني هي عبارة عن سينما يا اخواننا ده كتاب ده مسند احمد يا شباب هذا اخر نقطة حبيبي عشان بس نكون يعني بييننا كل المصادر بارك الله فيك يا شيخ عادل يا شهري يا شمري يا شيخ فؤاد يا بالبراء ضحكت على العالم وعلى الناس اخر نقطة بس بارك الله فيك اخر نقطة يا حبيبي اخر نقطة ده مسند احمد سواني بس ده مسند احمد انا مدينة العلم وعلي بابها مسند الامام احمد ها شايف انا مسند الامام احمد وشايفوه يا غازي والله العظيم المفضل راجل باقوله صاروخ شيخ احمد طالب جسد شيخ لا شيخ احمد مين الشيخ احمد بني هاشم اه اتفضل شيخنا والله ما انت اتفضل 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 انا انا انهيت كلامي والله اتفضل اتفضل انا انت كلامك على عين وراس اتفضل الله شيخ احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الله اكبر واخيرا واخيرا تفضل شيخ بني هاشم الله 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 وحشوك وحشوك الله وضعياكم حياكم الله وضعياكم انا خرعك سبلور وإنك سبلور حياك الله شيخ مينك نقدناك نعم دخلناك لنا عودون ان شاء الله لنا عودون ان شاء الله وهنا احنا دائما معكم ان شاء الله لايك طب شيخ احمد شيخ احمد بني هاشم بعد اذنك بنرحب بيك بعد ما نخلص حوارنا مع طالب الحوزة الاساسي اللي معنا على الجزء طالب حوزة كما عرف عن نفسه تفضل شيخ احمد خش في الموضوع طيب اخي الكريم بالنسبة لهذا الحديث لا اريد ان استشهد بالمصادر لا 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 هو حواره في الامامة يا شيخ احمد برك الله فيك هو حواره في الامامة نعم نعم حواره في الامامة سأبدأ معهم ان شاء الله لكن هو تعقيب بسيط على هذا الحديث اخي الكريم عندما تأتي وتقول بالبخاري انا عندما انت ذكرت هذا مباشرة كتب تعليقي اتحدى التحدي ان يكون في البخاري رواه الحاكم في المستدرك نعم روية في سنن الترمدي وقالوا عنهم مضطرب وضعيف نعم نحن نعلم ذلك جيدا اما ان تأتي وتقول انه حديث ويستشهد به اهل السنة فهذا لا يجب طيب اخي الكريم الحوار هو عن الامامة الامامة وامامة سيدنا علي ونحن لا ننكر اهل السنة والجماعة لا ينكرون ان علي امامنا ورسولنا محمد امامنا وكل من له علم هو امامنا وله حق علينا لكن سألك سؤال المجال الذي اعطاك يا ابو معاد تعريف بسيط ودقيق وشامل للامامة ولم تأتي بهذا التعريف اتيت باحاديث وكلها لنا رد عليها لكن ان تأتي بتعريف يشمل ما هو الامامة انت لا تريد ان تعطي نفسك مجالا اخي الكريم اذا اردت المجال اعطني تعريفا للامامة حتى اتدئ معك من هذه النقطة تفضل لا انت اثبت لي انت متقولون انه اهل السنة والجماعة انه علي ابن ابي طالب هو صحابي اثبت لي انه علي صحابي وليس هو عندما اتى المؤاد ليس لك علاقة بايماني ليس لك علاقة بايماني انت تعلم ما اؤمن به انا اطلب منك دليل على امامة علي تعريف على امامة علي اخي الكريم اختصر عليك الموضوع نزل القرآن يا اخي الكريم اعطني دقائق حتى اوضح لك الصورة وبعدها اكمل بعدها اعرف الامامة كما تريد نزل القرآن كاملا متكاملا وانتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتحته الى الى سورة الناس وخاتمته عندما نزل هذا القرآن وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم اخي الكريم استمع يا اخي استمع انا لا احاور هكذا انا بعتذر ابو معاذ انا لا احاور في المقاطعات هذه الله اما ان تقسم الوقت بيننا ثلاث دقائق ثلاث دقائق ضيفانا ضيفانا ممكن من اخصتك يعني انا امسك الوقت دقيقتين او ثلاثة يعني وبعدين لك الوقت ثلاثة دقائق ارد كما تشاء وعقب على النقاط وسجل يمك رأس اقلا ما في مشكلة اتفضل شيخنا مع ثلاث دقائق طيب بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث دقائق بدون مقاطعة امسك الوقت اخي الكريم نحن نقول امامة سيدنا علي وهم يقولون عن امامة سيدنا علي اقول والله المستعان اكتمل هذا القرآن بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم الامامة هي ما بني عليه اعتقاد شيعة علي كما يقولون ومعنى الامامة في نظرهم انه احق الناس بالخلافة بعد رسول الله وان الخلافة سلبت منه سلبا من ابي بكر ومن ثم امر اقول عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك في المدينة اكثر من مئة وعشرين الف صحابي مئة وعشرون الف صحابي هل فهموا ان سيدنا علي اماما لهم وخليفة لهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجو ان تجيب على هذه النقطة ثانيا لو فهموا هؤلاء صحابة رسول الله المئة وعشرين الف لو فهموا ان اولى الناس بالخلافة بعد رسول الله هو سيدنا علي بن ابي طالب لماذا لم يعينوه على اخذ الخلافة ام انهم كانوا منافقين وارتدوا عن الاسلام ولم يعينوا سيدنا علي على اخذ الخلافة وتوليه امامته الحقا لو اجبت انهم ارتدوا عن الاسلام فهذا يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم على مدار 23 من السنون في الدعوة قد فشل في ابلاغ الرسالة كان لا يعلم ان صحابته في المدينة منافقون وحاشا لله وحاشا لرسولي هذا الكلام لكن اذا قلت انهم ارتدوا عن الاسلام فاذا هذا الرسول فشل في الدعوة لم يدعنا باي شيء مئة وعشرين الف صحابة طلعوا كلهم كفار وكلهم منافقين وكلهم ارتدوا عن الاسلام ولا واحد وقف معا لي اذا ما هذا الرسول الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ارجو ان تجيب انا انهيت في دقيقتين وليس في دلدقات عبيب ابو سالم معاك اخونا ثلث دقائق خذ راحتك رد على الاسئلة وعقب على كلامه وعقله دليل فضل ارفع صوتك يضفنا بس بعد اذنك يعني ارفع صوتك خليني استدل علي بقية قرآنية وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسولي افئن مات او قتب انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقابي لن يضر الله بشيء في الله الشاكرين رب العالمين كلام واحد بمعنى بس لن يضر الله شيئا مش بشيء لن يضر الله شيئا خلني يكمي كلامي خلني يكمي كلامي بمعنى انتوا عاملين وقت اناسف 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 انتم راح تقلبون على عقابكم وراح تتفكك الامة عندما اتى محمد الى الحسن وقال هذا ولدي ما قال هذا صديقي ولا قال هذا صحابي ولا قال هذا من امتي قال هذا ولدي سوف يعدل بين طائفتين تمام بمعنى انه انا محمد ليش بصحابه حسين مني وانا من حسين حب الله من حب حسين فاطنت البضعة مني من اغضبها فقد اغضبني ومن اغضبني فقد اغضب الله تمام يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق عندما اتى عمران ود العامر الى معذكر محمد وقال يا محمد اتزعمون ان قتلكم فجنا وقتلانا في النار لقد انبح صوتي يا محمد انبح صوتي يا محمد اليس فيكم رجلا يحب ان يدخل الفردوس للصحابة يسولفون حبيبا ولا المهاجرين ولا الانصار يسولفون خرج علي وقال انا ربيب محمد المصطفى في باب خيبر عندما خرج قال انا الذي سمتني امي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة اضربكم بالسيف وفتح على بابه ليعطينا الرغية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله علي يحب الله ولكن كيف علف محمد كيف كيف عرف كيف عرف محمد بان رب العالمين عز وجلالته يحب عليه اكيد لازم اكون وحي نزل وما محمد الا هو وحي يوحى رب العالمين نزل نزل بالوحي وقال لا يعطينا الرغية لرجل يحبه الله ورسوله يا خلصت شكرا طيب شيخ نبني هاشف سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام مع كلف دقائق كريم لم تجب على سؤالي سؤالي واضح ومحدد نحن نعلم خصائص علي بن أبي طالب نعلم أنه فدى رسول الله عند الهجرة نعلم أنه ابن عمه نعلم أنه زوج بنته نعلم شجاعته ولا ينكرها أهل السنة والجماعة أنا مش هون جاي عشان يتعرفني شوية الصفات علي أنا ما باجي بصور ما يتعلي سؤالي واضح ومحدد مئة وعشرين ألف صحابي ونعلم حرب المرتدين الذي سيرها نعلم حرب المرتدين التي سيرت لها الجيوش في عهدي أبي بكر وشارك بها علي بن أبي طالب قلة قليلة من المرتدين أنا أقول مئة وعشرين ألف صحابي لماذا لم يناصر علي بن أبي طالب في خلافته أم أنهم كانوا كلهم منافقين سؤال واضح وصريح لا تقول لي أنا حيدرة وأنا مش عارف إيش ونزل قتل عمرو بن ود كلنا نعلم هذا وكلنا نعلم بشجاعة علي بن أبي طالب لا أحد ينكر شجاعة علي بن أبي طالب الموضوع ليس شجاعة علي بن أبي طالب ليس هنا الموضوع الموضوع إمامة علي بن أبي طالب لماذا لم يناصره صحابة رسول الله أكثر من مئة وعشرين ألف صحابي يوم توطى الرسول ليش وقفوا بايعوا أبو بكر وما قالوا له وقف يا أبو بكر لا انت ناسي يا أبو بكر وينك الخلاف العلي الإمام العلي في أحاديث في آيات في القرآن في أحاديث غدير خم ليش ما وقفوا بجه أبو بكر ولا جوبنوا كانوا جبانين أم أنهم نسوا تعليم الرسول أم أنهم كانوا منافقين وارتدوا جميعا عن الإسلام إذن الرسول لم يبلغنا أي رسالة الرسول فشل في الدعوة الرسول فشل في دعوته أريد جوابا صريحا عن إمامة علي لماذا لم يناصره صحابة رسول الله تفضل ليش بتقاطع أنا أتفضل بقية دقيقة من وقتك لا هو بقاطع طالب الحوزة بارك الله فيك لك وقتك والشيخ أحمد له وقت شيخ أحمد أعتبر أن أنهيت المدفنة أتفضل ضيفنا طالب الحوزة طيب معك ثلاثة دقاق تفضل طالب حوزة مولانا رحة جوابا هذا الوقت ليس في زمن محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت وقتنا الحالي لماذا آل سعود يورثون أبناؤهم ويقول الله في محكمة الكتابة وأمركم شورى بينكم مثل ما كان في زمن علي بن بي طالب واستقلتوا أنتم بهذه الآية وتقولون بأن البيعة وأمركم شورى بينكم شكرا اللي أطمع الشاشة يا حب لطمع الشاشة تتنازل على وقتك هل يتربني خلاص ايه في المايك ثلاث دقائق مع الشيخ أحمد ايه في المايك ايه في المايك الصلاة والسلام على رسول الله دائما نقول من أراد اتباع الحق فدليل واحد يكفي سؤالي كان واضح وصريح وما زلت مصمما على سؤالي لكنه لم يجب وأتاني إلى آل سعود أنا لا علاقة لي بآل سعود ولا بآل هاشم ولا بآل أبو معاذ ما إلي علاقة بكل هذه الأمور أنا لدي قرآن وسنة أتبعهما أنا سؤالي واضح لا تقول لي ليش آل سعود ما لسعود ما إلي علاقة بهذا الموضوع أنا أتحدث عن من عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة وحديثا لماذا عندما توفي رسول الله وذهب سيد وأبي بكر وعمر إلى سقيفة بني ساعدة لفض الخلاف الذي كان واقعا وقتها عندما كان الأنصار يطالبون بالبيع لأنفسهم لماذا لم يقف الصحابة وقالوا لا يا أبا بكر يا عبد الله بن أبي قحافة قف عندك ألا تعلم أنه هناك آية في القرآن لإمامة علي لولاية علي إنما وليكم الله ورسوله نسي هذا الكلام ليش ما وقفوا قالوا له وين يا أبو بكر ما احنا كنا مع الرسول في الحج وروحنا ووقف فينا بغدير خم وقال من كنت ومولاه فهذا علي المولى ما فهم من هذه الأحاديث أنها خلافة أم فهموها وتجاهلوها أريد جوابا أريد جوابا حتى أعلم من أتبع هل صحابة رسول الله كانوا منافقين أم كانوا جبناء ولم يستطيعوا أن يقفوا بوجه أبو بكر رضي الله عنه تفضل أجب على نفس السؤال لماذا صحابة رسول الله أنا عندي الكساق لها قفي أنت علي خير لماذا لم يقولوا تمام جاوبني أنا أطي وقت كل إليك جاوبني أبي الشيخ أحمد ما يجاوب أبي الشيخ أحمد ما يجاوب الأخوة اللي على البس أنطموا أنطموا على الشاشة أنا أعدلتم معكم قسما بالله أنطموا يا أحبة بارك الله فيكم فضل يا شيخ أحمد لماذا يم يقولوا يجاوبني هل بنشوف يتهرب يتهرب من الجواش أخي الكريم أنا لم تقاطعك في وقتك تعلم قشول الحوار تعلم الأدب إذا سمحت أنا لم تقاطعك نهائيا أستمع إلى النهاية أنا أسأل الصحابة سواني يا شيخ أحمد سواني شيخنا سواني بارك الله فيك ضفنا الشيعي طالب الحوزة إيفل الميك ويعني أنت لو حسيت بالملل قلتم معنا على الشاشة لحد الشيخ ما يخلص تفضل يا شيخ أحمد بارك الله فيك طيب لا أريد هذا السؤال لأنه لن يستطيع جوابا علي الإمامة علي بن أبي طالب إماما هل كان معصوما منذ البدء من يوم من خلق وهو صغير إن عصم ولا كان في مراحل للعصمة هل كان معصوما منذ البدء يا ريت تجاوبني على هذا السؤال بكل وضوح وصراحة هل عندما ولد طبعا أعلم بداية جوابك أنه ولد في الكعبة ويعني عارف الجواب من الآن لكن أسألك سؤال هل كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه معصوما منذ البدء الله كان عاصمه ولا بصار شباب ودخل الإسلام دخل الإسلام كان صبيا هنا بدأت العصمة أم أنه كان معصوما منذ البداية تفضل أجب تفضل أخونا معك ثلث دقائق قد تجاوب على الله ضيفنا الحوزاوي تفضل يا عم الحج تقيد الشباب يا عم المرحوم ضيفنا الحوزاوي تفضل تطالب الحوزا يا تيس يا تيس لا ما نسمعك ما نسمعك انزل وأصعد هو بول هو كتب في التعليقات أنا أشوفت الله يزح معك حيدر كنت مروزني فريق لي أنا شكرته حازين حتى حازين تلكيك عم حيدر الله يرضعلي التعليقات سريعة لكن صيد تعليق تفضل ضبيت الصوت عندك ضبيت الصوت عندك أخونا الحوزاوي ماكو صوت ما نسمع تفضل أفاضل أفاضل إن لله وإنه لي راجعون إن لله وإنه لي راجعون لا 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 طلب قصة طلب قصة هو شجاع يا إخوة الرجل طالب حوزا بالفعل يا الله أستاذ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن لله وإنه لي راجعون لا إله إلا الله أطلب من جديد مولانا الحوزاوي أطلب من جديد بارك الله بك وعندك مداخلتك أنا عايز أفهم بس هو إيه اللي حصل للصوت يعني الصوت كان كويس وكان زي الورد سؤال صعب يقطع الصوت يا الله اطلب جديد وانطق وأوعدك أوعدك نخلي الشيخ أحمد يغير السؤال وعد مني نغير السؤال بس كح أعطس حتى لو بلغة رومية كمان ماكو مشكلة شيخ أحمد خرج ولم يعود يا شيخ أحمد الله فيك الله المستعان يا أبو معاد هذا السؤال لكم لسؤال أكبر منه لكن ليتون مجيب لا ربما يكون مسيحي لا ربما السلام عليكم السلام عليكم لا والله مش مسيحي السلام عليكم السلام ورحمة الله أنا قرأت الاسم غلط يمكن قرأته بترس طيب تفضل لا مو بترس مو بترس أخي المصري أخي المصري أنا أحمد من العراق أحمد من العراق سنة أم لا شيعة أستاذ أحمد سنة أم لا شيعي شيعي ممتاز عايز تكمل معنا حوار الإمامة قبل لا أكمل أريد أسمع من حضرتك والأخ أو البث أريد يكون أسلوبك معاي بالحوار ضريتك أهنا عملا حوار في الإمامة يا أستاذ نعم نعم خلاص هو هرب المناظر الشيعة لكن الحوزة هرب من المناظر أخي المصري أخي ما هرب أكمل بكانون أريد أكمل بكانون أريد أكمل بكانون أسلوبك لا تغلط لا تغلط على المحاور ولا تحاول تقلل من شأنه أنت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حجز يجاوب هل يوجد على البس هل يوجد على البس شيعي عنده الجرأة يطلع يحاورنا في الإمامة قولوا لشيخك علاء المهداوي أبو معز بقول لك لو راجل وابن راجل وفيك فيك ربع كيلو مرجلة اقبل مناظرة أبو معز في الإمامة ياريت والله يا أبو معز ياريت يجي شخص يناظر في الإمامة أتمنى ذلك إن شاء الله الشيعة ينقلوله طلبنا ده مش هو قاعد يقول لك مش لا إيه أنا حاطط عنوان البس تحدي تحدي قولوا العلاء المهداوي يا شيعة أبو معز بقول لك لو راجل لو راجل وعندك وعندك خيط مرجلة وافئ على مناظرة أبو معز في الإمامة يلا بلغوه أو سجلوا الفيديو وبعتوله في الخاص المشري فيه إحنا بسنا بسنا بيسجل يا حضرون تعالى هاي شيعة كمان طلعته هوت سأنا ما بعرف ليش هيجري الاتصال الراجل ده هينظرك يا شيخ أحمد في الإمامة الراجل ده شيعة ده كمان هينظرك في الإمامة إن شاء الله السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم أنت ليش تخلوا أنت تفصل في العراق والله وأنت تخلقون عن الشيخ أسواري مخلاق عائشة الزلبيقة تنيين لعنة الله عليك لعنة الله عليك الله يخزيك يخزيك ويقضع عرج ليك ويعمي بصرك ويسكنك في جهنم تمرض مرض إن شاء الله لا تلقاله دواء سوء الخاتمة إن شاء الله تبر دماغك تبر دماغك طالب الحوزة هرب أبتعد أقول لكم لطمو على الشاشة قسم بالله كنت عايزة لطمو على وجهه ده طالب حوزة ده ده طالب موزة بصوا ده ده نحطه للموزة كده نجيب له موزة بالعكس واحدة بالطول واحدة بالعرض أيوة ليش قلت له آه تأسف أبعد الموزة واحدة بالعرض واحدة بالطول واحدة بالعرض واحدة بالطول واحدة بالعرض واحدة بالطول واحدة بالعرض ياخد كده وكده كده وكده ياخده واقف وياخده على جنبه واخده واقف وعلى جنبه أين أنتم يا شيعة أين أنتم يا شر من وطئ الثرح لا لا دولوا صغيرين أنا مراعي مراع الظروف يعني والله صغيرين يا إخوة شوفوا وبتاعة الولد دوكة اللي كانت كبيرة شوية أكلتها أنا لا إله إلا الله لا حملة ولا قوة إلا بالله ولا فيهم رجل ورشي ولا فيهم واحد شجاع أول ما قال لي أنا طالب حوزة والله تأملت فيه قلت يخليني الناس يعني بصبق أي حوار علمي حوار أكاديمي معلامة كده في الحوار طلع هو مش طالب حوزة طلع هو يموت وياخد موزة عليكم السلام ورحمة الله عايزت نظف الإمام يا مراوح درست في الحوزة درست في الحوزة شهرة بطلت ممتاز ممتاز لا شيخنا هذا سمي على كل حوزة بحاول أطلع مش عارف أني عندي مشكلة سوان يا إخوة بس بحاول أطلع حد صفحة الجسد مش ألا تظهر ما بعرف فيه المشكلة هاي هاي فتحت ولا شيعي طالب بيست ولا شيعي طالب بيست وين الشيعة وين الشيعة شاركوا البس إخواني شاركوا البس يا حبايب بارك الله فيكم طيب خلونا الأول ناخد المهاجر لحد ما ربنا يبعت لنا طالب اتنين كيلو برطوان ولا حك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمت الله وبركاته عاييكم الله عليكم السلام عبد الله واقدم لكم جواب للسؤال مع البית فاسمك نسب فضغ سؤال البت إنما يريد الله يذب عنكم الرجل يا أهل البيت يا أهل البيت أهل البيت أول البيت لا يا أهل البيت ما فيش أصلا يا أهل البيت ولا يا أهل البيت ما في يا ألف أهل البيت باقي هاي ألموني هاي بالحوزة يعني هون تتعلمه طيب تفضل تفضل يا أمسل تفضل آه تعليقك هو باقي مستهيل أنا كن واحدة وأسيب له واحدة هادي هي الإمامة ممتاز جدا أتركني بالله معاه بسمع أخي الكريم أنت تقول أن آية التطهير هذه هي دليل الإمامة صح نعم طيب أنت وين تعلمت وين دراستك بالحوزة هذا سني هذا سني ولا شيعي هذا سني سني طيب ممتاز جدا مهاجر سني ولا شيعي أعوفك من هاي السوالف بارك الله بك يا أخوان تنبيه تنبيه للإخوان المسلمين السنة لا يجوز أن ينتحل سني صفة شيعي أو نصراني أو ملحد بإجماع العلماء كفر وخرج من الإسلام بإجماع العلماء طيب شافي لكم شيعي موحد يعني بارك الله شدوا عليه لا الله يستنى يعني شو نعمل لك ما هو أنا شيخ أحمد شيخ أحمد لا أسف المقاطعة والله يعني أذروني بس أنا أخونا الدوليمي قال نكتة زي حيدر كده حيدر يقول لك إن شاء الله نوصل لتوب وان والدوليمي بقول لك شهدوا على مليون نقطة نعم نعم نصل مليون نقطة شيء عند أبو البرا عند أبو البرا كانوا يوصلون مئتين وخمسين ألف وقالت لهم يلا تحدي مليون ووصلنا مليون على الرقاصة يشتف أم المؤمنين يصل مليون ونحن لا نسل يلا جماعة تحدوا أبو معاد يلا كنا نقول أخونا أخي حيدر أخونا أخي حيدر أنا بجسر لزمان منقطة عن التيك توك لكن شو قصة النقاط هذه يعني اللط مع الشاشة يعني اللط مع الشاشة آه يعني الإعجابات اللايكات نعم اللايكات مش حاجة تانية يعني مغلابة على الدن تحافظ على البلاغات ونسخة الرابط كمان وش اسمه ويدخل التراند طوب وان يعني يا حيدر يا حيدر يا حيدر أنا دلوقتي أنا عندنا مشكلة انت عارف عامل زي اللي معا مليون مليون جنيه ومش لقى يأكل مفيش واحد يبيع له سندوج عايزين شيعي طيب أخي أبو معاد خليني شوي مع المهاجر على افتراض أخي المهاجر انت سامعني نعم لا 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 فيه شيعي طلق لا لا فيه شيعي طلق بعد نزل قبل ما يهرب الله يرضى رح انزل رح انزل طيب عطينا هالشي اما معاذ خلينا شوفك والله بدي نشوفك انا هاي انا والله هاي هاي صورتي والله صورتي وين والله انا يا سيد هاي انا والله وين هاي دابو معاذ والله بالله عليك يا شيف والله العظيم يوسر هو الله ان شاء الله تبارك الله الله يحبك الله بس انا في الصورة ابيض طرف الحقيقة حايز اقولك يا عمي هو الاسمر الممتاز متوشوب متوشوب لا مش متوشوب يا شيخنا والله ترغبكم الله يكرمك نارجسية نارجسية ترغبك سوق النخاسين حياك الله السلام عليكم ننزل هاتلنا واحد شيعي انا متمنى واحد يوصل معي لنقطة ايت التطير شيخنا احمد ان شاء الله رجعت الحمد لله ان شاء الله الحمد لله والله هيسم هيسم بيقولك الشيعة غيروا لونه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عرفنا بنفسك شلونكم محمد من العراق خير والله شيعة سيد محمد طيب احنا بنتناقش في الامامة عندك معلومات في الامامة تناقش الشيخ احمد قصد اكتبت فيه آية التطير مو اللي بدك ايا ما عرف يعني انت عندك دليلك على الامامة ام خير صحيح عند الدليل تفضل بس قبل معنا في تطير وقت اريد وقت اكمل حتى لو شوف شوف اراحي شوف مرخزتك واحد شوف الجريد ثلاث دقيق بس manger عذاح مو عليك نصدر fa للمشاهدين طيب حضرتك لك دي اتين والشيخ احمد لي دي اتين ثلاث دي اتين انت اثنين والشيخ احمد اثنين خلاص انا راح سأضي عنها الآية طيك المعلومون تجاوبني دور قدر مع امكانيتي السؤال يعني مو قصد الموضوع مو دقيقين او ثلاثة احتمال الدقيقة بس لا تقاطعني بالكلام لا ديتين وتخلص والشيخ احمد ديتين ويخلص وهكذا نص ساعة اشقد ما تريد بس كون لا تقاطعني انا حاود اسمعك وانت تتكلم ساعة ما في مقاطعة انا ما اتكلم ساعة انا الدقيقتين ما اطول اذا اطولت كلش دقيقتين اطيك وقتش قد ما تريد معك يا شيخ ابو موعد يا رجل خلاص الله يرضى عليك يا شيخ احمد ابدأ معك ديتين اتفضل اكتمل مايك يا ضي اكتمل مايك برك الله فيه لا خليهو يبدأ خليهو يبدأ بدليله على الإيمان ابدأ اخونا مع الدقيقتين انا باسك المايك يالله ابدأ يالله امسك لهم الوقت يا حيض نعم تردون الدلالة لإمامه او بآية من القرآن صحيح لا عند الدقيقتين دلالة بآية التطهير صحيح اولا آية التطهير اولا علينا ان نعرف هل آية التطهير مختصة بنساء النبي او لا تعالوا في كتاب صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل اهل البيت حدثنا ابي بكر عن فلان وعن فلان وعن فلان قالت عائشة خرج النبي غده وعلبه مراحلة من شعراء فجاء الحسن ابن حسين فادخله ثم جاء الحسين فادخله ثم جاء فاطمة فادخله ثم جاء علي فدخله ثم قال انما يرد الله يوذب عنكم الرجل اهل البيت ويطهركم تطهيره اذا الشيء الاول ان المخصوص في هذه الآية آية التطهير بأتراف صحيح مسلم وكتاب فضاء الصحابة باب فضاء الهل البيت هم الذين ابعد الله عنهم والرجس وانما هو اداة حصل اذا آية التطهير في حق اهل البيت عليهم السلام لا بد ان نعرف معنى الرجس الرجس في عدة تعارف اولا الرجس بمعنى شرك بسم الله الرحمن الرحيم فيجتنبوا الرجس من الأوثان ويجتنبوا عقوال الزور ان الرجس بعدة معانا يأتي بمعنى الشرك والأوثار ويأتي بعبادة الأصناق تاركا يأتي بكل عمل مستقدر فاما فاماذا عرف اهل السنة تعالوا معي في كتاب النووي شرح النووي عن مسلم كتاب فضاء الصحابة باب فضاء الهل البيت وعرفوا الرجس قال الازهري الرجس اسم لكل عمل المستقدر فهو يقسم الرجس والله يقول ان في الآية انما يريد الله يذهب عندكم الرجس اهل البيت اي ان كل عمل قدارة وعمل القدارة هي الذنوبة الصغيرة والكبيرة ولو اولا من الشيخ ان يعرف الرجس في كتبه مع العلم عرفت الرجس في كتبه واني اقول هذا امام الجميع فضاء طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ضابط الوقت عندي هو بقال واقع من ثانية لكن ارد باختصار يستشهد بآية التطهير على انها تدل على الامام سؤالي للاخ هذا متى نزلت آية التطهير في اي سنة نزلت آية التطهير وحتى لا اطيل عليك لاني اعلم انك لا تعلم في اي سنة نزلت نزلت في السنة التاسعة للهجرة قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ببضعة اعوام يابسني يابسنتين نزلت آية التطهير هذا اندل على شيء يدل على ان قبل نزول آية التطهير لم يكن هناك امامة لعلي بن ابي طالب ولم يكن هناك تطهير لفاطمة والحسن والحسين اثبت لي ان امامة علي كانت منذ البدء منذ الخليقة منذ ان ان ولد كان اماما مطهرا آية التطهير نزلت في السنة التاسعة للهجرة هذا يعني ان امامته اكتدأت على معتقد الشيعات بعد السنة التاسعة للهجرة الديك كلام غير هذا هذه النقطة النقطة الثانية نحن لا ننكر ان هذه دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم سؤالي لك هل نزلت الآية قبل حديث الكساء ام كان حديث الكساء قبل الآية يجب ان تفهم جيدا ان الآية نزلت اولا ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة علي والحسن والحسين وفاطمة في حديث الكساء المشهور وادخلهم تحت ردائه وهذا كما اتفق اهل العلم دعاء لهم على ان يشملهم التطهير من الرجز دعاء لهم فاذا يجب ان تثبت اولا امامة علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انها كانت قبل اية التطهير هذا الدليل من عندك اذا استشهدت بهذه الاية انها للا امامة اذا نقول امامة علي بدأت بعد السنة التاسعة للهجرة قبل السنة التاسعة للهجرة لم يكن مطهرا ولم يكن معصوما ولم يكن اماما تفضل انتهى وقتك شيخ اولا شيخ سألتك سألتك عدة اسئلة مع جواب علي طلب من الضب بسيط قبل ما تاخد وقتك بس نقطة واحدة بركة الله فيك انت لابس سماعة في صدق في الصوت خفيف نعم نعم طبشي لسماعة بس في الصدق بس ما دعش انت السماعة ما اقدر احتي بعد ما ينسي مع الصوت ضعيف اكتم الصوت يا شيخ احمد برك الله فيك واختم الصوت يا حضر كمان ولم يجي الشيخ احمد يتكلم انت كمان تكتم المايك انت وفي اكتم المايك يا شيخ احمد اتكلم كم تفضل اوكي انا بالبداية اول ما قلت لك يعني عرفت معنى الرجس في كتبي طلوت منه قلت اولا ان نعرف اية تطهير بمن مختصة وما ناقشنا بهذا الشي راح على طريقة الامامة انا طلوت منه ان نناقش اية التطهير بمن مختصة هل هي نزلت بحق الانساء النبي لان اهل اختلفنا اليوم كشي اختلفنا انتم تقولون الاية مختصة بنساء النبي واحنا نقول باهل البيت عليهم الصلاح وهذا الشي ما جاوبتني لا عرفت الرجس في معنى الكتب ولا ناقشتني الاية مختصة بنساء النبي رجعت على امامة علي ابن ابي طالب وانا ارجع وقل لك علينا اولا ان نعرف اية تطهير بمن مختصة هل هي بنساء النبي بحق النساء النبي ام باهل البيت وبعدين ننتقل الامام علي احنا ما متفقنا على الشي الاساسي حتى ننتقل لغير موضوع ما متفقنا على ان هي مختصة باهل البيت حتى نروح لامامة علي بهذا الشي انت ما جاوبتنا علي اول اننا عارف قلت لك انت عارف معنا الرجس وان الاية بمن مختصة هل هي بحق نساء النبي ام باهل البيت فضل يا شيخ اكتم الميت السلام عليكم ورحمة الله اتوقع اخي الكريم انت دخلت على الموضوع وانت لا تفقه ما هو الموضوع موضوع الحوار عن الامامة وانكم تستشهدون بالامامة بآية التطهير نحن لا نختلف عن معنى الرجس انا لا اقرأ من ورق كما انت فعلت قبل قليل ولم نفهم منك شيئا ولم نفهم من لهجتك شيئا عندما كنت تقرأ من واقع الورق وصوت الورق يتطاير في رنات هذا الهاتف لم نفهم شيئا وانا لا اقرأ من الورق الرجس مهما كان لا يهمني هل نزلت هي مجمل الآيات نزلت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعجبتك وانت لم تفهم الاجابة قلت لك بعدها دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة والحسن والحسين وادخلهم في ردائه ودعا لهم وتلى عليهم هذه الآية لأنها نزلت قبلا فكان دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشملهم أن تشملهم هذه الآية والدليل عادة أخي الكلمة تقاطع الخزن بارك الله فيك لو سمح سواني يا شيخ عندما أتتهم مسلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله وأنا معهم معهم يعني بشملني هذا الدعاء قال لها أنتم على خير أنت على خير خلاص الآية نزلت فيك يا نساء النبي وانتهى الموضوع أنت على خير نساء النبي لكن هو دعا لعلي وفاطمة والحسن والحسين أن يشملهم هذه الآية يجب أن تعلم أخي الكريم في عشر ثواني قبل أن أمني مداخلتي أن محور الحديث عن الإمامة وليس عن التطهير أجبني متى كانت إمامة علي هل ابتدأت بعد نزول هذه الآية الآية نزلت في السنة التاسعة للهجرة قبل وفاة الرسول بسنة أو سنتين هل ابتدأت إمامة علي وتطهيره من الرجز في السنة التاسعة إذن قبل السنة التاسعة لم يكن مطهرا من الرجز ولم يكن معصوما تفضل تفضل أخونا ضيفة وأمل لما تكون مداخلة الشيخ أن تكتب المايك فقط تفضل معك دقيقتي فضل فضل الليلة دي ليلة الهروب يا شباب طالب الحمزة هرب وأكل ثلاثة كيلو موز كمان هرب والله فكرت يا أبو معادي عندك ناس تقدر تجاوب ظننت أنني على خير وأني سأجد سأجد مبتغاية عندك يا أبو معادي والله أنت معد قدامك اسمع والله معد قدامك جير أن أنت تنظرني شو رايك والله يا أبو معادي صعب ظننت أني سأجد مبتغاية في هذه الصفحة في هذا البس لكن لم أجد مبتغاية هو ريكب 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 الأطرة على فكرة هو ريكب الأطرة يا شيخ عليكم السلام شنو السؤالك شيخ أحمد شنو السؤالك عرف عن نفسك خلينا أتعرف عليك بالأول أخي الكريم إياد شيعي إياد شيعي عندك دليل على الإمامية إياد دليل على ماذا الإمامة الإمامة والعصمة ألا تقولون أن سيجبنا علي نصير لا إله إلا الله ريكب الأطرة هو كمان جاي لك عالم ده اللي حيقول لك الإمامة بص ده اللي حيجاوبك على الإمامة يلا هات يلا السلام عليكم عليكم السلام عليكم الدليل بارك الله فيك طبع عرفنا عن نفسك الله يكرم الدليل عندي الدليل عندي عرفني عن نفسك سنني شيء بارك الله فيك لكن أكلت هداجن أكلت هداجن أعلم الدليل كان موجود وأكلت هداجن المهدي هو خذ الدليل وخلاه عنده قال إن شاء الله بعد ما يطلع يطلع الدليل أفهمك يا شيخ أحمد أفهمك الدليل عند الإمام المهدي أفهمك موجود عند المهدي خلاص ممتاز جيب لي الرواية شيخ خوفك يقول لي جيب لي الرواية إنه موجود عند المهدي أبو سالم أبو سالم أبو سالم كنت عند أبو البراء الليلة أبو راعد يقول وأبو سالم حطت جيزة أسد للي يجاوب على السؤال الليلة لا لا جمل 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 ما أيوة الليلة فقل إيته بقول أبو سالم حطت جمل ولو ملقناش شيعة يجاوبوا على السؤال أخد أنا الجمل أخد أنا الجمل أخد الجمل أخد الجمل أبو البراء أخد الجمل إحنا شو أخدنا؟ المعزة خلية إحصان والله حطيت لك أول بداية إحصان بمعاد صاير في جمال بمعاد صاير في جمال بالتك توك آه والله أنا عمري بخدتي جمال والله أنا غادرت التك توك أكثر شيء كان الأسد أسوي إن شاء الله بعد فترة مصابقة عندك بمعاد هلاص المرة قال لا بس يكونوا نزلوا تيس يكونوا نزلوا في القوايس تيس فيديو غيابك إذا فيه خلنا ننزل آه فيه 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 خلنا نضحك أدامني قاعد بالدواعم خلنا نضحك حبيبة محمد الله محمد أنت ما أسرت يا محمد والله أنا صار لتقريبا أربع شهور أربع شهور صح نعم أنا صار لأربع شهور تقريبا غائب عن التك توك لظروف لكن إن شاء الله سنعود بعد صفاء القلب وصفاء الفضل السلام عليكم أبو معاذ الغالي وإخوان الطيبين السلام عليكم ده ما اللي حيجاوبك على سؤالك الشيخ أحمد لا لا أبو أحمد معاك لأنه صار دون الشيعة نعم عارف بس أنت قاوب على السؤال أجاوبك طلاب الحوزة طلاب الحوزة يتبعون نظام معين وهو النجاح إجباري والرسوب بالواسطة فهم عندما يأتوكم فقط يفتح الكراسة إلى أن يستلم الموج من أبو معاذ ثم يغادر وهو يعني أنا سنعرض عليهم الموج منين أنا أجلب لهم الموج منين أتوقع أن الموج ما يفيد بيهم يريدون بيذان جار من النوع العريض جدا حتى أنه شوي يعني كيفون عليهم الله يسمع يسمع أنا زوجتي كانت جايبة ست موزات ماشي؟ والله ما عاد باقي فيهم إلا الموزدي حتى موزعيانا كمان ننتظر صاحبها ننتظر صاحبها والله أنا مرضة كلها والله مرضة كلها نظام الشيعة عمضة مغز في مصانعهم اللي تسمى الحوزات يعني نظام اللي هو النجاح الجباري غصب ما عليه نجحوك بأي طريقة ولكن إذا أراد أن يرسب لازم يجيب واسطة حتى يرسبوك فشوف مستواهم المتخرجين للحوزات اتبعوا أصحاب العمائم فأصبحوا بهائم يعني اتبعوا أصحاب العمائم فأصبحوا بهائم والسلام عليكم وعليك شكرا في الأربعة شهور كنت أبحث عنك مدة ثلاثة شهور الله يا أخي حيدر كانت بعض الظروف القاسية الصحيح فطرق يعني يعني رتبنا الأوراق ترتيب الأوراق مثل ما يقولوا استراحة المحارب فرتبنا بعض الأوراق وإن شاء الله نعود يعني خلال الأيام القادمة سنكون إن شاء الله متواجدين على الفيسبوك على اليوتيوب أنا ما كنت موجود معاك ونرحت وشو بتقول ما سمعت يا شيعة طلبوا قزت أنا أخالف الأخ اللي طلع قال بالعكس البهام أنا شوف لها منفعة أكل يعني فيها منفعة دولة كلش ما في مفتاح يمكن منفعة وحيدة الضحك والخيلة والبغالة والحميرة اللي تركبوها يا أبو سارم أيوة وليس لتحاول لكن أدولة ما من المثال أتغلت للضحك آه استنى الشيخ أحمد أنت كنت غايب عن الساحة صح؟ تقريبا أربع شهور نعم ما حضرت إنتاج الشيعة للقنبلة الزرية ما حضرتها أنت لا لا نهائي نهائي يعني أنا بجوز هذه أول مرة بدخل أو ثاني مرة هكذا دخول مؤقت يعني أما للأسف ما تبع نهائي أي شيء على التيك توك يعني لا أعلم ما هي لا تعلم أنت أن الشيعة نجحوا في إنتاج القنبلة الزرية آه لذلك قامت الحرب بين روسيا وأكرانيا زودوهم بالقنبلة الزرية نعم بص انت بس يديني ثلاث سوانا راح أجيب التليفون من إيد البيت ماشي صغيرة واجي أوريك القنبلة الزرية اللي أنتجوها الشيعة خلاص يال سأديني بس يديني ثواني بس أجيب لك القنبلة الزرية اللي أنتجوها الشيعة واجي ثواني ثواني ما أحد يطلع أيوة والعالم الفيزيائية لوقر آت التليفون عشان نورى عم أحمد عشان نورى عم أحمد سبحان الله سمعوني سمعوني نسومي آآ آآ روح تجيب لك التليفون من بنتي عشان أوريك القنبلة الزرية اللي أنتجوها الشيعة أنا وبنتي عملنا حرب على التليفون لا إله إلا الله مين اللي طالب جسد لو في حد طالب جسد ما راح أوري الشيخ أحمد دلوقتي القنبلة الزرية لا هاتورينا يا أبو معافي ما في شيعة سنة طلبين جسد ما في شيعة أخواننا السنة حاضر على رأس والله صعبكم بس وصبروا لا إله إلا الله 83 واحد على الباس ما فيكو شي ري الله أكبر وطالب الحوزة راح ومرجعش والتاني راح ومرجعش أنا أشوالي دخلت عن الحوزة يا أبو سالم يا أبو سالم شوفينا حد بيفك السحر يا راجل ما يدخلوا بيخافوا بيخافوا طلبوا عندي جسد جسد والله تعبت أنا وصلت فينا أني أوزع جوازها بهم بس يجاوبون تعبت والله تعبت لا إله إلا الله لا إله إلا الله كده أبو البراء يبطل يروح أي مشوار بالسيارة يركب الجمل أصبح يستخدم الجمل شو بده شو بده بعد كده في السيارة لا إله إلا الله طب مين كمان طلب جسد كان سوف أصبح مصابقة عندك نراسحنا في انتظارك شيخ في حد طلب جسد أنا ما بعرف هل هو شيئ يسني والله ما أعرف خلونا نصعدهم ونشوف خليك أبو سالم خليك خليك لا لا والله خليك حيدا أنا بدواء مصر مشكوه بالحال لا شيء مشكوه حبيبنا أبو سالم الغالي حبيب حبيب مبارك الله والله لغى الجسد لا إله إلا الله شاف أبو سالم نزر رح لغى الجسد أطلب من جديد أطلب من جديد انسعدك مصطفى لا تقنعون من 80 واحد على البس كلهم سنة يعني واحد شيئ يطلع الله أكبر الحساب ده يا شيخ أحمد الحساب ده كان بيطلع أكسبلور كان بيوصل ألف ماشي آخر مرة لما اتحذر اتحذروا عليه سبعمائة واحد تخيل يا شيخ أحمد ما بعرف الشيعة شو سووا جابوا الحساب الأرض خليك ليه ما بعرف مثل ما كان يصير معي الشيخ نعم كان يوصل عندي خمسمية وستمية المشاهدين ثاني يوم تعمل بث عشرين ثلاثين يغتفع ويرد ينزل وبلاغات أنا انحضرت أربع خمس مرات عن طريق البثات شهر 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 انت بتطلع انت بتطلع بوجهك أنا لو بطلع بوجهي قسما بالله قسما بالله أنا عارف أنا بقولك البث بتاعي ما راح يقل عن خمسمية واحد بس لو اطلع بوجهه بس اي نعم صحب تخيل كده لما راح جاي منشور له بالموزة مسك الموزة بيده وقول له انزل يا تيسي ابن التيس شيخنا انزله اسعد لا خل في واحد طلبة هوت ربما يكون شيعي ربما الله سرب يكون محترم ما يكون جاي بس للسبب والشكل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الاخوة الكرامك ومعمم شيعي اسمه عدنان الجابري اذا تعرفوه الله يرحمه هسا هو فاتح بث ليش ما تجونا على بث بس شوية جادل اساعدت معه مرة بس والله التلفون مرضي يفتح التاني يعني كل يوم جاي اصعد معه بس هو يعني انت ساعدك انت ساعدك كل يوم تعرف انا لو انت عارف انا لما بطلب عنده جزت يا رب يعمل ايه لا 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 قبل ما يغلق البس يا حيضة اللي بيغلق البس على المهدول عدنان شو يساوي بص بيوعد يعمل على الجزت كده هو يبص بعينيه بص يعمل الله ياريت نورها لك والله بص يوعد يعمل بعينه كده على اللي طلبين جزت يوم يشوف الازد كل شوية يعمل له كده انا غير الصورة وغير الاسم انا غير الصورة وغير الاسم انا يسوي هكذا عيد لقطة عيدة ابو معاذ كيف يعمل كده بص الله اكبر صح يعمل هكذا معصوم انت معصوم شايفنا هياك اللي بل ام الغالب لا اقبوا معاذ شفت الاسئلة مالتي اسئلته هم هياكم الله اسئلته كلها اسئلة فلسفية مالها دخل بالدين اي اي فلسفية اوه سدى بالله ملاها علاقة بالفلسفة خلص ايه والله يعني مرة السؤال هو بالفقه السؤال بالفقه يقول هذا السؤال بالعقيدة وجاوبون عليه وثلت السؤال لا تعرف بالفقه وفي العقيدة لماذا تسأله نعم هذا غلبان حتى الشيعة نفسه انا فكرة عارفون ان هو مضحكة هم نفسهم عارفون ان هو مسخر شيخنا عمامته قديمة يعني ازعجني طب معنا واحد جديد حبيبي ضيفنا بارك الله فيك ربما يطلع شيعي الله اعلم تمام تمام اعلم سنة نورونا باسعة نان الجابري حياك الله اه 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 انا لما بكون مخنوق ولم اتدايق يا شيخ احمد براح افكها هناك عند عندها هذا جديد على الساقة اه اه بص بص يبصي لك ازاي من تحت الفكت شفت يا حضر كده لا شفتني اه صح صح اه كي يسوي لا 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 ان شاء الله المرات القادمة ندخل معنا بإذن الله 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 لن ترحم عليه لاไม ترحم لا العافو الكبريب العافو العافو من المقاطعة يعني ذهبت لفكرة فقلت معاوية استغفر الله هذا الإنسان قال أن معاوية أخونا الفاضي قال أن يزيد كافر ليش كافر لأنه قتل إمام الحسين هو لم يكن عنده يد في قتل الإمام الحسين هو كان تحت الوقت ذلك كان في عهدي يزيد ابن معاوية فقط وعندنا رواية أنه استنكر عليه لكن نعرف أنه لم يقتص من قتلة الحسين فقط فلهذا خيل لأهل الشيعة أن يزيد هو قاتل الحسين بدأت خلافة يزيد بقتل الحسين رضي الله عنه وأرضى وانتهت بحصار الكعبة ونحن كأهل السنة نتبرأ من يزيد وهذه هي يعني يقولون أن أهل السنة تترضون على يزيد لا نحن نقول كما يقول علماء هذا هو فهم سلف الأمة لا نزيد ولا ننقص نعم هو يقول يزيد كافر يزيد ليس كافر يزيد يزيد اسمعني يزيد مسلم يزيد من المسلمين لكن أعمالوا إلى الله يعني أعمالوا إلى الله وقد علق عليه إمام الذهبي حتى قال الجيش الذي يدفن فيه أحد الصحابي على أسوار سبحان الله العظيم أول جيش يخزي الروم مغفر له نعم وهو كان فيه موجود يزيد نعم وخلاصة القول وخلاصة القول يزيد ليس من الصحابة وبالتالي نحن لا نترضى عليه ليس من الصحابة يزيد نعم هذا أمر مفروء ولا نطعم فيه لأنه علماء اكتفت بهذا الكلام نعم الله عنه أصلا أصلا هؤلاء قوم قوم عصم الله عصم الله أيدينا وسيوفنا من قتالهم فالقاعدة أن نعصم ألسنتنا من الخوض فيهم مبارك الله ما حضرناهم ولا قتلنا ولا صبنا دم ولا أصابنا منها دم خلاص لا نتكلم فيهم أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى نحسبهم على خير نعم اليوم أنت رحمت علي يزيد بن معاوية نعم لأنه ترحم على أبو لؤلو المجوسي قال أبو لؤلو المجوسي رحمه الله رضوان الله عليه فقلت أنا ونعتقد أن يزيد لم يكن مشارك في قتل الحسين لو كان مشاركا في قتل الحسين لعنته نعم معدنا مشكلة ليس له يد في قتل الإمام الحسين أصلا معاوية أوصى إبن يزيد الحسين معاوية أوصى أوصى يزيد بالحسين ونحن كأهل سنة نقول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على قتلة الحسين والحسين من أهل السنة والحسين الإمام الحسين حبيب قلوب أهل السنة وحبيبنا مصيبة هي مصيبتنا الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة وجعلنا نترضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وأن لا نطعن بأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا ننقس من قدر أحد منهم فسبحان الله والعكس الصحيح عند الرافضة بالطعن والتجرؤ على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمهات المؤمنين رضو الله تعالى عنهم أجمعين نسأل الله العظيم أن يحشرنا مع من يطعنون بهم من صحابة رسول الله نسأل الله العظيم أن يحشرنا معهم حياك الله حياك الله الله يعزك ويكرمك بارك فيك سابحونا أخوتي أين أنتم يا حبيبا حياك الله عزاكم الله السلام عليكم والأرسال وعلا تابعوا حبيبا حياك الله تابعوا حساب الشيخ أحمد يا إخوة حساب الشيخ أحمد بني هاشم الإخوة اللي مش متابعين الصفحة بتاعته تابعوها بارك الله فيكم راح تفتح بس يا شيخ أحمد صح ولا شو إن شاء الله لكن ليس اليوم اليوم أصبحت بعد الثانية عشرة ليلة إن شاء الله ابتداء من غد بعد غد على إن شاء الله انه يتيسر الأمور وشكرا لكم جميعا شكرا إليك يا أبو معاذ وجعله الله في نزال حسناتك إياك الله شكرا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ويدخلنا الجنان شكرا لكم جميعا والسلام عليكم فضل يا شيخ فأيكم السلام ده أولا بس أقول لك يعني تمنيت أننا نلألك حد أهل الحوار لكن الله المستعم هذه بضاعاتنا هذه بضاعاتنا يا الله رسيطة يا أبو معاذ إن شاء الله نحن على البث إن شاء الله وإذا فيه شيخ وإذا فيه حدا نحن لله الحمد جاهزين لله الحمد وأدلتنا معنا وقوية إن شاء الله شكرا لكم جميعا وشكرا لك أخي حيدر وشكرا للجميع وحياكم الله جميعا تصبحونا على الحمد الحمد لله على السلام أنا والله في جد يعني الإخوة اللي دعموا البث الدليمي وأبو سالم وهشام وأبو محمد والإخوة اللي لطموا على الشاشة جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وعوض عليكم اللهم آمين حبيبي يا شيخ هاني يا الغالي يا اللي من ريحة الحبايب أيو الله بارك الله بكم بارك الله بكم هاني هاني حبيبي من زمن النصارى هاني أيكم الله طيب باقي معنا حدا على القصة اخوه أنه بالشكل هذا خلاص هاي رح ننهي المسألة اليوم طحن أربعة شيطا في بث أبو إسلام أبو سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام والله تستاهلون كل خير تستاهلون كل خير وتستاهلون الدعم وتستاهلون المتابعة الله يجركم على جودكم هذه الشيخ إياد الشيخ إياد تنطبق عليه هجرتنا هجرتنا يا سلمان نعم نعم أرى يجزاك الخير يا أبو معاد للأمانة والله متعة في التوك توك وفي اليوتيوب والله استمتع والله أنك أنت واحد من أهل السنة يفتح فيهم كل سنة حبيب يا هشام يجزاكم الله خير لكن بالله عندي شؤال شؤال بالمشي أبو معاد الله الشيخ سعيد في حادثة إباحة المدينة في عهد يزيد ابن معاوية يعني واقعة الحرة إي يعني واقعة الحرة كان فيها شر عظيم للناس يعني أنت تعرف وش معنى إباحة المدينة يا أبو معاد لكن يا أغلب هو صوص النقطة بس النقطة بس النقطة يا إخوة النقطة اللي لازم تفهموها ويفهموها الشيعة كما أولاً لما صار اللي صار في المدينة سؤال بالحضرتك ولكل الناس كلها من الذي أعاد ما تم العبس به من الذي أعاد ترميمه مين يزيد نفسه حبيبي الشام طيب إذن فعل يزيد فعل يزيد لم يكن مثلاً كفعل إبرها الذي أراد أن يهدم الكعبة ويمحو أثرها هو خرب شيء ثم أصلحه إذن فعل يزيد في الأساس ما كان نقمة على الكعبة ولا على المدينة ولا على أي حاجة خالص هي حرب فتنة دارت نعم لكن خطئوه شيخنا أنا فاهم أنا لا أتكلم في الخطأ أنا أتكلم بس من الناحية العقدية هل فعل يزيد كان نقمة على المدينة أو كان نقمة على الكعبة ولا كان الموضوع في خلال حرب لا خلال حرب الموضوع وصار ما صار بعد ما انتهت بعد ما انتهت هل قام بإصلاح ما تم إفساده ولا لا صحيح أصلح ما أفسده إذن عقدياً شوف أنا أتكلم عقدياً أنا أعرف أنه أخطأ لا لا عقدياً سليم سليم أنا أتكلم من ناحية الكفر والإيمان من ناحية العقيدة هل ما فعله يعني زي بالضبط معاوية لما قاتل سيدنا علي هل معاوية قاتل سيدنا علي على العقيدة لا هو لم يقاتله على العقيدة اختلاف ولا حتى قاتله على الخلافة إنما اختلاف اختلاف في وجهة النظر أدى لهذا طب الفساد اللي أحدثه يزيد ألا يعادل هذا يعني بل ربما والله يعني إن من قتلوا من قتلوا في الفتنة بين سيدنا علي وطلحة وبين سيدنا علي ومعاوية أشد مما فعله يزيد صح يا راجل انت الحجر تستطيع يعني بيت وقع تقدر تبني تاني صح لكن إنسان قتل كيف ترقع تاني صح لا تهدم الكعبة حجرا بحجر أهونوا على الله من أن يسيل دم ومرئين مسلم أما يزيد نحن نعلم بس أنا والله أشوف أبو معاد إني حتى للأمان يعني أنا واحد من الناس اللي أشوف ما انتربى على يزيد نهائيا يعني مين قال لك نهائيا 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 يزيد مش صحابي أخ اللي قبل شوي قال انت رضى عليه مع عامة المسلم لا 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 ما قال بس 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 يزيد مش صحابي أبو بقولوها كده لكن يزيد مش صحابي فإذا ما كانش صحابي كيف تترضى عليه جبتي دليلك من بس قاعدة أهل السنة في يزيد لا نحبه ولا نكرهه ولا نترضى عليه وأنا واحد من الأخوة أنا واحد من المحاورين الشخص الوحيد اللي أنا ما أحب والله 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 ما أحب أبدا أني أنا أتكلم عنه مش كرهن فيه لكن ما أحب أتكلم عنه هو يزيد والله أني ملاحظك يا أبو معال والله أني ملاحظك أبدا ولا جب سيرتخاف والله والله في كل حواراتك ومناظراتك ومناقشاتك تمر على الكل من معاوية وتعد يزيد وتمشي عارف ليه؟ لا معاوية صحابي نترضى عليه نعم عارف ليه؟ ليه؟ لازم نقول ليه؟ ليه أن إحنا خلافنا مع الشيعة مش في يزيد ليه؟ خالص أقول لك ليه؟ أقول لك ليه؟ واحد يزيد ليس من الصحابة وبالتالي إن طعنوا في يزيد ما طعنوا في الدين هم بيطعنوا في يزيد من باب الطعن في معاوية واخد بالك كواحد من الصحابة فيزيد ليس من الصحابة يزيد ليس من الصحابة وبالتالي ما يهمنيش واخد بالك يزيد عندي مش ناقل أحاديث وروايات وكذا وكذا الطعن فيه يطعن في صدقه أو في ثقته أنا الخلاف بينه وبين الشيعة خلاف عقدي في أمور في أمور يعني تختص بقال الله وقال رسول الله ومن نقل قال الله وقال رسول الله أنا عندي قال الله ده القرآن قال رسول الله ده السنة طب من اللي نقل الكلام ده هم الصحابة السيدة عائشة رضي الله عنها احنا مشكلتنا مع الشعة في كده القرآن سنة النبي من نقل كلام الله ونقل سنة النبي عليه الصلاة والسلام هم يطعنوا في الله وطلع لك روايات لا تعد ولا تحصى هم بيطعنوا في النبي رجل أنا منزل النهاردة ملف بص أول مرة نزلوا مبارح إساءة الشيعة لمقام النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله يكون عندنا بس كامل أقول لكم كيف طعنت الشيعة في الله وكيف طعنت الشيعة في النبي عليه الصلاة والسلام كلام يمكن لأول مرة تسمعون لكن ربما مش النهاردة أنا نزلته الملف هو والله كامل يا إخوة سواني بس طلعوا لكم إذا العقيدة ليس مركبة على يزيد لا العقيدة عنا سالمين من عندها عنا اختلافنا لما نتكلم ما بين معاوية وعلي ويزيد والحسين كله سياسي العقيدة ما لها شغف بص 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 بس سواني يا حيدر برك الله فيك بصوا يا إخوة ده ملف كامل لإساءة الشيعة للنبي عليه الصلاة والسلام بصوا في قدي ودي ملفات كمان جوة أيفين يا إخوة؟ دي كلها إساءات للنبي عليه الصلاة والسلام من كتب الشيعة تخيل أنا عرطاو لسه الموزة خلي بالكم الموزة لسه مكانها خدوا بالكم أنا جبل أمس جبل أمس جبل أمس اتخلت على جسد واحد يقول يسأل واحد شيعي مناظر يقول سعيد على الجسد ما حدش نبهنا يا شباب هطلع إضربنا على فكرة لا 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 يا شباب من؟ تعلقست من إمتا؟ معليكم السراعة تعلقست من إمتا؟ السلام عليكم عليكم السلام تعلقست من إمتا؟ لا 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 أحب لأ أحب الاسلام عليكم والله كنت تعجبني أحس أن كده عليكم السلام حس أن أبوك الحق يا إ탕 شيخنا أبو معاد أنت مشفت شيخ ساعدية ضحرف ميلاد أبو ساعد أبو مصطفى أخوان المجال أستأذن كوانا حياك الله ما حدبو لك هاي سيبوينزي هاي